مغاربها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صفر ودمرنا ما كان يسمع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوثنا بمني إسرائيل البحر فأتوا فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كمانا آلية قال إنكم قول تجهلون إن هؤلاء مسفروا ما هم فيه وباطلهم ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسعونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويسجحون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشر وأتممنا بعشر فتم ميطات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء أبو سالمي قاتلا وكلمه ربه قال قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وفر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخف ما آتيتك وكن بنا الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذا بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسننا سأريكم دار الفاسقين سأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كلموا بآياتنا ونقاء الآخرة حبطت عمالون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قول موسى من بعده من حليم عجلا جسدا له خواه ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يغديهم سبيلا إذ تخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم وراه أنهم قد ظلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال قال بكس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يتركه إلي قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمث بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخيه وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الرحمين إن الذين اتخلوا العجل ساذا لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت أم موسى الغضب وأخذ الألواح أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهمون واختار موسى قوله سبعين رجلا لمي قاتلا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهلكنا بما فعل السفاء مما إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء تضل بها من تشاء تضل بها من تشاء أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واختملنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنما هدنا وغاد لني قال عذابي أصيب بي من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم يصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المثلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذين هم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تغتنون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباق الأمم وأوحينا إلى موسى وإذ استسقوا قوله أن اضرب بعصاق الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربا وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسزوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسسين فبدل الذين ظلوا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبثون لا تاتهم كذلك نبنهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لمتعظون قوما الله مهلكم أو معذبهم قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا بي أنجينا الذين يلعون عن السرور وعطلنا الذين ظلوا بأذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نوعا قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور وحييم وقطعناهم في الأرض يومما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فصلف من بعدهم فالفورت الكتاب يأخذون عرب هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفوا لنا وإن يأتيهم عرب مثله يأخذون ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولون ألا يقولوا ألا يقولوا ألا يعي إلا الحق ودرسوا ما فيه والدعو الأخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقابوا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ضلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ما لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا ضافلين أو تقولوا إنما أشركا فراغنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وعياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلق إلى الأرض وانتبع هوا فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلاف أو تتركه يلاف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص الخصص لعلهم يتفكرون سامثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يعني الله فهو المغتدي ومن يضل فأولا وهائك الخاسرون وَلَقَدْ بَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَفِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُومٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ولهم أعين لا ينصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك أولئك كالأمعان بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقناها أمة يهدون بالحق ومن يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهمينهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقتربا جنوب فبأي حديث بعده يؤلمون من يضلل الله فلا هادي له وأنهم في طغيانهم يعمرون يسألونك عن الساعة أيام مرساة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تجيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حبي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستسترت من الخير وما مس لي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن بذى الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما فلما أتاهما فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُونَ وَإِنْ تَدْعُونَ إِلَى الْعُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ مَا دَعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَابِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَانُكُمْ فَدَعُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَمْضِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آيُلٌ يُبَصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَالٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيلون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح الإيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الغدى لا يسمعون وترى هم ينظرون إليك وهم لا ينصرون خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين وإن ما ينزغنك من الشيطان نصر فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا بسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فيذا هم مبصرون وإخوارهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجتبيتا قل إنما أتبع ما يرحى إلي بالرب هذا بصائر من ربكم وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وامكر ربك في نفسك دموعا وخيفة ودون الجهر من القوم بالغدو والآصال ودون الجهر من القوم بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستثبرون عن عبادته لا يستثمرون